السائل يقول عندي قطعة أرض 1600 متر وبجواري قطعة أرض 300 متر لأولاد أختي المتوفية وهم كصر فهل يجوز أن أبيع قطعة أرض كصر يعني أنا آسف معلش فهل يجوز أن أبيع قطعة أرض أولاد أختي وأوطيهم نفس المساحة من أرضي أنا بما يوازي نفس المساحة وذلك الاحتياجي للمال لما هو محتاج عايزي بيعهم حتة موازية يبقى محتاج إزاي معناه أن الحتة بتاعت ولد أخته سعرها أعلى أي ده مش بدل يعني أنا أبيع قطعة أرض أولاد أختي وأعطيهم نفس المساحة من أرضي بما يوازي نفس المساحة وذلك الاحتياجي للمال تم بيع من أرضك أي معناه أن أرض أولاد أختك على مساحة أفضل فهتجيب سعرها أعلى تمام إلا لو كان ده بشهود بشهادة ناس يعني عدول في نداهي بقى لصالح الأولاد أكتر أرض عندك بقى أفضل ونفس المساحة وده في يد لهم فأنت محقق أرض أنك هبيع ببيع ده يبقى أفضل ليهم تمام فأنت إذا كانت المسألة نفع لك وإضرار بأولاد أختك القصر هذا لا يجوش شرعا ترجمة نانسي قنقر